الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسد النبيين وعشرة المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن بعد داوته وستمج سنته إلى المدين وبعد فالمسؤولون الذين تنتقل إليهم السلطة وإدارة سؤون هذه البلاد أمامهم تحدي كبير ذلك لأن الأمور تدهورت والأوضاع ازدادت سوءاً على سوئها في جميع المدالات بلسلثنا فالوافق عليهم النظر في هذه الأمور فيفردنون الأهم فالأهم فنحن نسير إشارة خاطفة إلى بعض احتياجات هذا المجتمع الذي تحتاج إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة هي لها في أكثر ديوكس ممكن وتتلقص كالآتي أولاً من الناحية العلمية والتربوية لابد من الإتناء بما يأتي المدارس الإجتداعية الأمة المدارس الإسلامية إيشاء هلقات فهديد القرآن فتح جروف التكوية للطلاب الراصدين لإمجهان النهائي في المدارس الإسانوية وذلك لكي يتمكنوا من الاختبار مرة أخرى لمواصلة جروفهم ثم ثانياً من الناحية الزراعية والاقتصادية إيجاب الأدوات اللازمة واللواظم الزراعية ثانياً دفع القروض حتى بالفلاحين ثالثاً شراء الخاضل من المحصولات الزراعية من كبير الحكومة رابعاً إيجاد عدد كافل من الخبراء الزراعيين أما النهائية الثالثة هي النهائية المهنية ففي هذه النهائية لا كد من الإتناء بما يأتي مراجب مهنية للشباب وذلك لمهاربة البطالة والتقليل ممن يسمونه بأبناء الشارع ثانياً إنشاء مراكز نسائية لتعليمهم أمر دينهم ودنياهم ثالثاً فطوء الخاصة تركض الزراعية اليدوية التكليدية لرفع مكتواها وتسجيل السناء على ذلك ثم أخيراً وليس بآخر تذكرنا جميعاً بهذه الأهاديث النبوية لتكون بمثابة مدرات السير ومعامل في الصريح وذي يعود قوله سل الله عليه وسلم كلكم راعي وكلكم مسؤول الرعية وإمام راعي ومسؤول الرعية والرجل راعي في أهله ومسؤول الرعية والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة الرعيتها والخادم راعي في مال سيده ومسؤول الرعيته وكلكم راعي وكلكم مسؤول الرعية ثانياً قوله صلى الله عليه وآله وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاسل لرعيته إلا حرم الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاسل لرعيته إلا حرم الله عليه وسلم وهذا الهديث متفقنا عليه وفي رواية المخرى ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاسل لرعيته إلا أولم هطها بمثل لن يجد رائحة الجنة وفي رواية المثلة ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم وينتر لهم إلا لم يدخل معهم الجنة والهديث الأكير أن آئفة رضي الله عنها كانت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يقول في بيتي هذا اللهم من وليا من أمر أمتي تشق عليهم تشق عليهم ومن وليا من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارقق بهم وهذا الهديث أخرجه مسلم هو يلادي بسكن أبنى شريعة رعنه محمد صلى الله عليه وسلم في تشيدي أكان الأمر يهود أكان الأم المسارة والمرضي الإسرائيل أيسا جاملة جميل مره وإفضل سيها جسوية السوا من الله سيكون أشواء أيسا جميل ومن أبنى دي يديد سعى الأم خالفة صلى الله عليه وسلم الحمد للذي ديذي وان الأم حير القراء باسا عمره جميل مره باسا حني لجميل مره ذنها كما ألا يأتي سعى حسابه داوو وكان رسلا الذي إسافا مريح لئم الذين حيت المريح حدقوا على لسالي دعوود ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لا يريدون أولوهم في الأرض ولا فسادة لا يريدون أولوهم في الأرض لا يريدون أولوهم في الأرض لا يريدون أولوهم في الأرض ترجمة نانسي قنقر 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 من يهده من يهده نانسي قنقر من يهده نانسي قنقر من يهده 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 يهده من 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 يهده فيسبه هو طاهب النفوذ على أبيه وهذا أمر خطير يؤدي بالإنسان إلى عواقب وثيمة في الدنيا والأهزة فليكن فليكن أيها المؤمن فليكن التواضع ديجنك ولن الجانب بثارك وقفض الجناهي رداءك ولباك التكى وذلك خير فالآيات تباثرت والأهاديث النبوية السحيحة طوالت وتآذرت في بيان فضل التواضع والأمر به وأنه سيفة المؤمنين بالإضافة إلى كونه سبب العز والربعة قال تعالى وقفض جناهك للمؤمنين وقال إن أسرمكم عند الله أتقاكم وقال تعالى في سيفة المؤمنين أعزة على المؤمنين أعزة على الكافرين وقال تعالى أعزة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يساطون لوم الفلاع وقال تعالى فلا تزفوا أنفسكم وقال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم وأن عياد بن بن عرم رضي الله عنه قال قال رسول الله سلم الله عليه وآله وسلم إن الله أوحى إلي أن توابعوا حتى لا يستر أهد على أهد وهو خاتم النبيين وإمام المرسلين ما قالت آئكة والحديث في سبيل البطري بل ثبت في سبيل المسلم أن أدري رفاءك كميد بن عطيب رضي الله عنه إنتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكم فقلت يا رسول الله رجل غريب رجل غريب جاء يسأل عن ديني ولا يدري ما دينه قال فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرت قطبته حتى انتهى إليه فأتي بكروسية فقاد عليدي ودعا يؤلمني مما علمه الله أسى وجل ثم أطى قطبته فأطرها إلى آخرها صلى الله عليه وسلم فابعا أو صناعة والأطاق والاكتساب في المئيشة بعيدا عن التبذير بعيدا عن المنافذة بين المسكن والمركب والمركب فالكثيرون من المسؤولين يطرقون من الأموال ما لمد لهم من أعمارهم بأضعاف أضعافها لا يستطيعون إنفاذهم كلهم وهذا من كل تستكيين بالهياة وعلى من خلقهم من الله وجهلهم بالآكبة وإلا فالجن الهديسين ودين النهر فإن تور الزابي استجرع فالخبير بالدنيا هو الذي يكتفي منها بالهاجات الضرورية ولا يزعى في جمعها إلا عن طريق المفروع ولا يكدس الأبوال في البنوك دون أن يكتفي منها هو أو غيره بشيء ولا ينفقها إلا في رضا الله عز وجل ونيل مجفرته ورضوانه ولا يجذرها تجذيرا قال تعالى والذين إذا أفقوا لم يترفوا ولم يكتروا وكان بين ذلك قواما ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس الجنى عن كثرة العرض ليس الجنى عن كثرة العرض ولكن الجنى جنى النفس متفقا عليه وفي هديث آخر قد أسله من أسلم وريدك كثافا وطنعه الله بما أتاه وأنه حكيم بن هزان رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال يا حكيم إن هذا المال خبر الحلو فمن أخذه بفقاوة نفس دورك فيه ومن أخذه بإشراغ نفس لم يبارك له فيه وكان كالذين يأكل ولا يتبع واليد العليا خير من اليد السفلة إلى أسر الحديث بارك الله لي ولك في حديث آجه الكريم ونفآني وإياك المعطيه من الآيات وذكر الحكيم وذب علينا يا ربنا إمك أنتك والله أنت لا تنستطيع تعترف